المفوضية والقانون، قانون الانتخابات، عالج هذه المسألة أولا من خلال إرسال النتائج خلال ست ساعات أي منذ أن تنتهي طبعا المحطة هذه الأجهزة هي أجهزة مبرمجة تفتح الساعة السابعة صباحا وتنتهي الساعة السادسة مساء يعني عند ساعة ستة ودقيقة بعد من يقبل الصندوق أي ورقة اقترع تبدأ عملية الإرسال من الست مساء إلى الساعة الثمعاش من خلال عصد ذاكرة خلال سس ساعات فقط خلال سس ساعات فقط إلى السرفرات الموجودة في المكتب الوطني ومتى ستعلن النتائج؟ تعلن النتائج ووفق القانون خلال 24 ساعة ولكن هذه النتائج الأولية نحن وضعنا احتمالية الطعون مفهوم لكن خلال 24 ساعة أي ساعة السادسة عصرا من مساء يوم 19 قانون الأول الحالي ستعلن النتائج الأولية تعلن النتائج الأولية اشقد تعلن النتائج النهائية؟ هذه يعني اللي ما نعرفها تخليتوا فترة يعني زمنية متعلقة باستلام الطعون والاعتراضات؟ طبعا هذا أكون بالقانون أكيد موجودة بالقانون يعني موجودة بالقانون لكن احنا اشقد يعني عندنا طعون ما نعرف هذا يحددها اشقد اقطعون تكون يعني النتائج مربوطة بهذا الحالة